يهاني سكان منطقة السلاميات في مدينة الشعلا في بغداد من قلة المياه في منطقتهم ما أدى لجفاف معظم الأراضي أنعاني مشكلتنا مشكلة المي يعني مي ما تسقي ما عدنا البساطين مالتنا الأراضي كلها يبسط جفت تماما وعايشين على البيار نحفر البيار حتى كبريت طلع بالبيار مي رسالة نفس الوضعية أحنا بلبة بغداد هسا مثل ما يقول مي إسالة ما عدنا خلاص هاي نشتري من بره ونجيب لهنا حتى صار عدنا جفاف بالأراضي حتى المياه الجوفية هم ما بقى بها مي فميها كلها انتهت قام نحفر البيار طلع لنا كبريت لو ملح فما ظلت لنا حتى عيشة بالأراضي يعني بدينا نسق من نتهجر شوي شوي ولا تقتصر المعاناة على المياه الجوفية ومياه الآبار التي باتت مالحة كبريتية بل تنتد إلى مياه الشرب التي يتم تأمينها بصعوبة من خارج المنطقة والله وكيلك يعني حتى لا نشتل شتلة هم مصير من قد المي المالح وعلى بيار مي حلو أصلا ماكو خلاص الله وكيلك حتى سبح من سبح مي حلو ثق بالله ورسوله كلها مالح زيان وحتى يعني نوبات بي ريحة ويعني اش اقول لك هاي نجيب مي مال فلتر من السوق نطبخ بيه زيان ونشرب من عنده مي شرب ما عندنا باقينا على مياه الآبار والأطفال كلها صار بيها طفح جلدي والزرع حايشوفها قدامك ماكو الزراعة انتهت لا يوصلنا لا مي حلو مي أسالة أبد ما عندنا مي زراعة لا يوجد وهي معاناتنا وكل هذا مي بير ومده يسحب ده يطلع مالح لا يطلع للشرب لا للغسل لا الموانعين لا كل ما يشتغل بيهن سكان منطقة السلاميات ناشدوا الجهات الحكومية المعنية بتأمين المياه لهم ولكن دون جدوى لافتنا إلى هجرة الكثير من سكان المنطقة بسبب الجفة يعني والله تعبنا اللي ما نتشتغل اللي ما نتروح احنا بلبت بغداد احنا سايل القرمة تراطراب بغداد احنا بلبت بغداد هاي عقرقوف احنا بلبت بغداد هاي بصفحة الشغل تغاطع خمسة سلاميات احنا مي ماكو ويأمل سكان منطقة السلاميات أن ينعمون بالمياه التي بات نقصها كابوسا يقض مضاجعهم